هنكمل the probability A class contains 40 students 30 of them succeeded in math 24 in science and 20 succeeded in both A student is choosing at random Find the probability that this student is number A أو event A إن هو يكون succeeded in math في عندي فصل فيها 40 students 40 students يبقى دا A The total number هو السامبل يبقى النumber of السامبل عندي بكام طبعا مش يجيب السامبل لإن السامبل عندي هما إيه آآ أساميهم إيه أنا معرفهم لحد يبقى عددهم يبقى النumber of السامبل هنا كام طب اللي هما اللي نجحوا في الماس كام هو مديهم ليه يبقى النumber الطلب اللي طلبوا مني الأولاني اللي نجحوا في الماس عددهم بنجيب البروبابيليتي إزاي event A over السامبل أو النumber of event A over السامبل التوتال نمبر اللي نجحوا في الماس 30 من 40 عدد اللي نجحوا 30 من كام من 40 طبعا after simplification تبقى 3 over 4 اللي هي 0.75 أزا دسمال أو كبرسنتج تبقى 75% نمبر B بيقول لي بقى هات البروبابيليتي أو اللي ساكسيد إن signs event B اللي نجحوا في الساينز كام 24 من كام من 40 يبقى التوتال نمبر أو السامبل number of السامبل 40 أوكي اللي نجحوا بقى أو event B اللي نجحوا في الساينز 24 يبقى number of event B اللي هما 24 over number of السامبل اللي هي 40 تديني طبعا after simplification 3 over 5 اللي هي 0.6 وطبعا كبرسنتج تبقى 60% أوكي اللي بقى بنجيب event أو number of event over number of السامبل هنا 40 أنا ما كتبتش السامبل طبعا عشان أنا مش عارفة أسامل الولاد ولا مش عارفة هرقتبهم زي مش هكتب 40 مش هكتب في السامبل يعني set من 40 student 1 student 2 student 3 بس احنا فاهمين number of السامبل 40 على حسب عدد الولاد هو أكبر number في المسألة number C أو event C بيقول لي اللي ما نجحوش بقى في الماث هما اللي نجحو 30 من 40 يتبقى كامل اللي ما نجحوش بقى أكيد 40 minus 30 نجحو 30 وما نجحوش 10 يبقى total number 40 أوكي يبقى اللي ما نجحوش 10 من 40 يبقى 10 over 40 اللي هي 1 over 4 اللي هي طبعا أزا دسمال 0.25 كبرسنتج تبقى 25% يبقى event C الnumber of event C 10 الولاد كلهم 40 نجحو 30 يبقى اللي ما نجحوش 10 ده في الماث أوكي يبقى 10 اللي هما الفيلد الماث over number of السامبل أو total number اللي هو 40 طيب ناخد نسألة تانية عملوا مسابقة ما بين الولاد والبنات في مدرسة عدد اللي دخلوا المسابقة 63 ولاد وبنات احتمال اللي تطلع الاجل فيهم تكون بنت يعني عايزين بقى عدد البنات هو احنا كنا بنجيب البروباباليتي ازاي مش كنا بنقول الnumber of event over total number أو number of السامبل الnumber of السامبل هنا كام هو عدد الولاد كلهم اللي اشتركوا طب عشان اجيب البروباباليتي كنت بعمل النامبر of event over ال number of السامبل أو total طيب لما اجيب النامبر of event العكس بعمل ملتبلاي يبقى البروباباليتي ملتبلاي النامبر of السامبل اوكي البروباباليتي هي النامبر of ال event over السامبل يبقى عشان اجيب النامبر of السامبل العكس يبقى البروباباليتي ملتبلاي total number بتاعت البنات 4 over 9 multiply طبعا total number اللي هو 6 3 او number of assembly يعني هتديني 28 girls طيب عايز بقى عدد الولاد عندي طريقتين الطريقة الاولنية هو مش probability of girls equal 4 over 9 طيب probability of boys بقى المفوض هتبقى تطلع كام هو مش مديهالي بس اكيد هتطلع كام بقيت 9 يبقى 5 over 9 يبقى برضو هجيبها عن طريق probability اللي هي 5 over 9 multiply طبعا 6 3 تطلع بصيرتي 5 او في حل تاني اسهل ان number of boys هما total number كله 6 3 28 girls يبقى بقيت الولاد كام 6 3 minus 28 تطلع برضو ب35 الحل الاخراني ده اسهل هشرحه تاني الولاد كلهم ولاد وبنات 6 3 دول اللي شاركوا في المسابقة انا جبت منهم 28 girls يبقى عدد الولاد بقى كام بقيت 6 3 يبقى 6 3 minus 28 هتديني 35 boys اشتركوا في القناة